طيب الجزء أو النقطة الثالثة اللي هنتكلم فيها النهاردة مع حضراتكم زي ما بقول لكم يعني هو الموضوع الانتقالات وموضوع طبعا الانتقالات الصيفية تجديدة العقود بنتكلم على المان سيتي المان سيتي النهاردة بيجدد مع دياز طبعا دياز بعد يمكن فوزه بأفضل مدافع في أوروبا لعام 2021 النهاردة المان سيتي بيجدد او بيجدد التعاقد هو اصلا عنده تعاقد معه لكن حفاظا على هذا اللاعب اللي بقول لحضراتكم يمكن لعب طبعا برتغالي يعني لعب ست سنوات يعني عمل عقد لمدة ست سنوات ونجح طبعا زي ما بقول لحضراتكم انه هو يفوز بأفضل مدافع في أوروبا العام الماضي جرديولا طبعا هو بيبص المستقبل بشكل كبير جدا بيحاول طبعا الحصول على الدوري الإنجليزي لكن زي ما بقول لحضراتكم تعاقد او تجديد تعاقد مع دياز اللاعب البرتغالي بشكل مباشر لـ 2027 ده بيدل انه كمان زي ما بقول لحضراتكم من خلالها حالة هنتكلم على بنتكلم على ازاي الاندية الكبيرة بتفكر ازاي الاندية الكبيرة بيبقى عندها فيجن لقدام ممكن جدا تشتري لاعب بسعر قليل بعملية تسويق وتبيعه بسعر اعلى في اندية زي مثلا او سياسة بعض المدربين او المدرين الفنيين انه بيحاول يجيب افضل اللاعبين في كل المراكز على رسوم طبعا جرديولا بيصرف مصاريف كبيرة جدا لكن في المقابل بنلاقي اندية زي دورتموند بتصدر اه نادي بيلعب على بيلعب شامز ليج بيحاول ياخد الدوري من باير ميونيخ لكن زي ما بقول لحضراتكم الترانسفير ماركت السنة دي في اوروبا مولع جدا طبعا على رقصات طبعا انتكال كريستيان ورونالدو اللي هنتكلم عليه في حلقتنا النهاردة